السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشرع الألماني مع محمود التلباني النهاردة حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم اللغة الألمانية من الصفر هتكلم معكم فيها على أهم فعلين في اللغة الألمانية بالنسبة للمبتدئين وهما زين وهابن زين اللي هو يكون وهابن اللي هو يمتلك أو اللي هو عنده أو لديه فتصريف الأفعال فياب كونيوكاتسيون باللغة الألمانية يعني فياب كونيوكاتسيون الدرس بسيط جدا وسهل جدا ولكنه مهم جدا جدا فأرجو منك أنك تركز معي كم ديها دول ويلا بينا نبدأ لوس جيتز على الشكل الشمال زي ما احنا شايفين هنتكلم عن تصريف الفيرب يكون اللي هو زين مع كل الضمائر اللغة الألمانية وعلى الشكل اليمين هنيجي لفيرب هابن مع تصريف مع كل الضمائر زين هنا هو دوت شكله الأصلي اللي هو الانفينيتيف يعني شكله الأصلي كده لما بيكون مع ضمير إش بيكون بن أنا أكون يعني إش بن أنا أكون طيب أنت تكون دو دو بيست دو بيست يبقى زين مع ضمير أنت اللي هو دو بيبقى بيست هو وهي والمحايد اللي قلنا عليه في درس الضمائر إه هو زي هي إس اللي هو للمحايد بيبقى إست نحن نكون فيا زينت فيا زينت فيا نحن وزينت تصريف فيربي يكون مع نحن طيب هم أو هن يكونوا زي زينت زي زينت طب حضرتك تكون زي ولكن غوس اللي هي حضرتك اللي اتكلمنا عليه في درس الضمائر برضو زينت ولو تلاحظوا نعملكم الثلاثة دولة بنفس اللون يعني تصرفهم واحد كلهم تمام طيب أنتم أو أنتم للمؤنس تكونوا إيا زايد إيا زايد إيا زايد نرجحهم مع بعض مراجعة سريعة أنا أكون إش بن إش بن أنت تكون دو بست دو بست هو وهي والمحايد تكون إيا زي إس بيجي معاهم إست نحن نكون فيا زينت فيا زينت هم أو هن للمؤنس يكونوا زي زند زي زند حضرتك لصيغة الاحترام تحب تقوله حضرتك تكون هتقول زي زند والثلاثة دولت تصرفهم واحد والثلاثة دولت برضو تصرفهم واحد طيب أنتم أو أنتم تكونوا إيا زايد إيا زايد تمام ده كان بالنسبة ل فيرب زاين اللي هو يكون نخش على فيرب هابن اللي هو يملك أو ينتلك أو لديه أو عنده فلما حب أقول أنا أملك أقول إس هاب إس هاب تمام طيب أنا أعمل لكم هنا هوت البي بلون مختلف علشان تلاحظوا أني هنا وهنا البي تشالت تمام يعني البي تتشال مع دو وإعو إس وزي طيب لما تحب تقول أنت تملك تقول دو هست دو هست هو وهي والمحايد بنقول إعو إس وزي هات هات نحن نملك فيا هاب هم وهن يملكون هتقول زي هاب زي هاب حضرتك تملك بصيغة الاحترام زي هاب زي هاب أنتم أو أنتم المؤنس تمتلكوا تقول إيا هات إيا هات وكالعادي أعمل لكم دولت بنفس اللون لأنهما نفس التصريف ودول نفس التصريف والنهايات أعملها لكم ملونة لأن هنا هوت البي اتشالت فكنت عايز أخليكم تلاحظوا التصريف مع ضمير دو ومع ضمير إع وزي وإز طيب نرجع اليوم ورجع سريع لما تحب تقول أنا أملك تقول إش هاب إش هاب لو عايز تقول أنت تملك تقول دو هست دو هست لو عايز تقول هو أو هي أو المحايد لديها أو يملك تقول هات هات نحن نملك فيا هاب هم يملكون أو لديهم نقول زي هاب حضرتك تملك تقول زي هاب لو عايز تقول أنتم أو أنتم للمؤنس تمتلكوا تقول إيا هات درس سهل جدا وبسيط جدا وهكتب لكم بعض الأمثلة في الكومنتز تحت عشان الموضوع يبقى أسهل بالنسبة لكم ولكن هو الموضوع سهل جدا كل اللي مطلوب منك أنك أنت تحفظ إش بيبقى معها هابين دو بتبقى باست ار اس زي است فيا وزي هم أو هن وزي حضرتك زند وإيا زايت ونفس الموضوع هنا إش بتاخد هاب دو هاست وإيا وزي وإس بتبقى هات وفيا وزي وزي بيبقى هاب وإيا هات موضوع سهل جدا ما هو إلا حفظ هياخد منك بالظبط عشر دايق ربع ساعة تفضل تكتب الكلمات ديت مع بعض الصفات اللي أنا أديتها لكم في الدروس السابقة تبتدي مثلا تقول إش بين شتودانت يعني أنا طالب جامعي الحاجات ديت هتبتدي تفهم أكثر فده كان درسنا النهاردة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم لو عندك أي سؤال كتبلي في الكومنتز تحت فيندية هذه الفيديو فالنهات نتفذ لكم جليانة هست بيت في أجلس نيش من يوتيوب كانت تسو أبونيرا لو عجبك الفيديو دوت وتعلمت منه أي معلومة رجاءا ما تنساش تشترك بالقناة فدعمكم أنا بستمر تمنى تكون الحلقة عجبتكم إزال تشوث بسو مناكس اسمال أورا محمود ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة